موسيقى هنا القاهرة الاخبارية عاصمة الخبر اذا التغطية مستمرة من عاصمة الخبر منذ اللحظة الاولى لاندلاع الاشتباكات في السودان تعاملت الدولة المصرية مع الملف السوداني بكافة تفصيلات السواء على صعيد اجلاء المصريين حيث جرى تشكيل خلايا ازمة وتمت عملية الاجلاء بالشكل الامثل كما تتعامل مصر مع المخاطر كافة التي يمكن ان تتصاعد مع تطورات الاوضاع في السودان دون تدخل في شؤون الدول الداخلية هذه هي سياسة مصرية ثابتة ألم لكم معنا مع هذه التغطية المستمرة معكم لتطورات الاوضاع في السودان التي نخصصها للحديث عن الدولة المصرية وجهود مصر في الحفاظ على امنها القومي وايضا على امن مواطنيها للمزيد من المتابعة ينضم الينا محمد مصطفى ابو شام الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون العربية بعد التحية سيد محمد نتحدث حول الجهود المصرية المستمرة وايضا جهود واضحة لعملية اجلاء المصريين من السودان كيف تقرأ هذه الجهود؟ بداية أحييك للسوداني وأحيي جمهور المشاهدين الدولة المصرية تجاهز وتكتهد أجازتها المختلفة بحكمة ومراءة للتعامل مع الوضع البالغ التعقيد في السودان منذ اندلاع هذه الأزمة الداخلية في البلد السقيق وكما أوضحت حضرتك تشكلت خلايا أزمة ممثلة فيها معظم الوضعات المعنية سواء الجيش وضعات الدفاع والسعيجية والداخلية وبطبيعة الأحوال الجهاز المصرات الجميع يكتهد لتأمين منعات آمنة لوصول آلاف المصريين إلى آهد الوطن سالمين بإذن الله كيف ترى حضرتك أهمية التنسيق مع الجانب السوداني في هذا الأمر؟ مما لا شك فيه أن هذه الأجهزة كلها تعمل التوازي أو التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير القضاء المتاح من التأمين للوصول الحافلات كما شهدناها على شاشة الوضع الإخبارية خلال الفترة السابقة إلى المعابر الحدودية بين السودان ومصر كمان قبل وقت قليل أعلنت وضع التضامن أيضاً عن توفيع مركز غاثة إنتانية في أسوان للقادمين من السودان بتوفيق كافة الخدمات لكل القادمين إلى مصر عبر الحدود المصرية السودانية كانت هناك متابعة لحظة بلحظة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المستمرة من أجل إجلاء الرعاية المصريين من السودان إلى مصر فكيف تقرأ هذه الجهود؟ الحقيقة السيادة الرئيس منذ اندلاع أزمة السودان وهو قبل اندلاعها بطبيعة الأحوال يعني يتابع الأمر باستمام شديد السودان تمثل لمصر قيمة كبيرة ليست فقط جان وليست تجمعنا حدود لكن مصر والسودان يكاد يكون جسدا واحدا يعني على مار التاريخ دائما الحقيقة الأحداث التي تجري في السودان أكثر الدول تأثرا في العالم كله بما يجري في السودان بعد السودان هو مصر مصر لديها ملايين السودانيين ربما لا يعلم الكثيرين أن ما بين القاهرة والخطوم كانت قوابة 300 ألف رحلة شهريا عبر حافلات من قلب القاهرة إلى قلب الخطوم ويؤكد ذلك سيد محمد علاقات تاريخية علاقات أشقاء علاقات نسب علاقات تواصل ما بين السودان ومصر منذ قديم الأزل صحيح ولهذا الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتمام شديد بالملف السوداني وبما يجري في السودان في سياق واضح ومحدد دائم تعلنه الدولة المصرية وهو الحاكم الأساسي لكل علاقات مصر الخيجية بالمناسبة الأمر لا يخص في السودان فقط لكن لكل دول العالم مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة مصر حيصة على تماسك الدول مصر تدعم الشعاعية والدولة الوطنية في كل دولة هذه هي محددات مصر الخيجية لا نستثني في التعامل وفق هذه المحددات مع أي دولة سواء شقيقة أو دولة أجنبية فما قالنا بالسودان المصر توليها عناية خاصة في سياق هذه المحددات لكنها تبزل مزيد من الجهد ومزيد من الأجهزة كلها تعمل بالتوازي من أجل أن توف الأهداف المصرية في هذه المحلة عودة المصريين ودوس هدنة أو تهدئة داخل السودان كي يتحمل ناخل التفاهمات داخليا في السودان حماية الحدود المصرية الجنوبية والغربية المفتوحة الآن أمام أمام تأسيات كثيرة نتمنى أن ربنا يحفظ مصر من هذه الآثار لكن ثقتنا كبيرا في الدولة المصرية وفي جيش المصري في خضواته العظيمة على حماية الحدود بكل أشكال الحماية لا يتسلل أي مخاطر قد تظهر أو تلوح في الأفق كما نعلم وكما توضح لنا خرائط الجغافية الممتدة سواء على الحدود المصرية السودانية أو الحدود المصرية الليبي نعم لكن أستاذ محمد معبدات الاشتباكات وهذا التصعيد وعندما شعرت مصر بهذا الأمر اتخذت أمرا استباقيا وهذا أمر مهم جدا في حماية الرعاية والمواطنين المصريين المتوجدين في السودان الشقيق كيف تقيم هذا الأمر الاستباقي لأنه مهم جدا في إدارة الأزمات في أي تصعيد أو أي مرحلة من المراحل الخطر صحيح اتفق مع حضرتك فيما قلت بعض دول العالم استدت أو بدأت بإجلاء رعاية الدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية وتركت المواطنين ووزراء الخارجية المصرية تحدثت في هذا الإطار أو هذه النقطة وقالت أنه أولا سوف يتم إجلاء كل المواطنين وبالتالي سوف يتم إجلاء أيضا الدبلوماسيين بعد أن يخرج كل المواطنين المصريين صحيح وكان هذا له يعني أثر طيب جدا أن اهتمام بالمواطن المصري لا يقل في أي حال من أحوال عن الدبلوماسي لتنين مواطنين مصريين في النهاية وعيث ربما تكون مصر من الدول القليلة التي سمت بإجلاء رعاياها بالتوازي مع رئيساتها الدبلوماسية هذا أم نسمينه جدا للقيادة المصرية والدولة المصرية الحفاظ على غواحي المصريين هدف أتمى عند الدولة حماية المصريين وتوفير سبل الوصول الآمن إلى المعابر الحدودية ثم إلى محافظاتهم بعد ذلك يعني كلها أمور تليق بمصر وتليق بالقيادة السياسية التي لا تغفل في لحظة كما يعني لاحظنا وتابعنا وتعدنا خلال الأم الماضية بحماية كل المصريين سبق عن توفاة الحماية لجنودنا المصريين اللي كانوا موجودين في السودان والآن إلى المواطنين المصريين اللي كانوا موجودين وقت الدلاع الأزمة في الداخل السوداني نتمنى للجميع السلامة هذا عهدنا دائما مع القيادة المصرية ومع الدولة المصرية احترام وحق المواطن في أن يعود إلى وطنه ولنا في أزمات أخرى يمكن ربما لو رجعنا قليلا للعام الماضي نتذكر كيف عاد المواطنين المصريين من أوكرانيا طبعا عودة المصريين من أوكرانيا عودة أيضا المصريين من ليبيا عندما حدثت أمور يعني أو اشتداد في الأزمات يعني هذا تراكم في الخبرات المصرية حقيقة من كل الجهات والجوانب والتي أدت إلى وجود إدارة أزمة بصورة يعني رائعة يمكن أن تدرس أيضا إدارة الأزمات المصرية في أكثر من المخاطر والمهم عندما تتحدث عن إجلاء المصريين المتواجدين في أوكرانيا عندما اشتدت الأزمة الأوكرانية هذا هو يعني تراكم للخبرات المختلفة مصر لديها خبرة ممتدة طويلة في إدارة الأزمات لا شك في ذلك لكن في المواقف الأخية نؤكد ونعلن دايما وتعلن القيادة السياسية معنى شعاء المواطن أولا ومدى ثقيته ومدى يعني أن هذا حقيقة نلمسها على الآرض دائما في كل الأزمات التي حدثت كما أشارت حضرتك ليبيا أو سوكرانيا في السودان في كل أزمة يتعارض لها المواطن المصري في أي دولة من العالم مصر تقف أولا للمواطن وتدافع وتدفع بكل مقدراتها لتحقيق أمانه وتحقيق سلامته وهذا عهد الدولة المصرية وعهد الخيادة السياسية في ظل اللهيس عبد الفتاح أستاذ محمد عندما تحدثت عن أمن المواطن المصري والجهود المتسارعة التي أدت إلى إجلاء المواطنين أو الرعاية المصريين المتوجدين في السودان بشكل جيد إدارة أزمة كما تحدثت حضرتك بشكل جيد يؤكد الخبرات المتراكمة للدبلوماسية والجهات المعنية في الدولة المصرية كيف ترى انعكاس الأمن أو ارتباط الأمن للمواطن المصري مع الأمن القومي لمصر ككل الحقيقة يعني ارتباط نجحت من لا شك فيه إنما أن الدولة المصرية إلى حد الامتياز طبعا على المستوى الداخلي يدى أتحقق الأمن خلال السنوات الماضية وخطط مستمرة لضمان هذا وهي مسألة يشهد لها العالم أجمع القضاءات المصرية في توفيع مناخ الأمن داخليا للمصريين وللأجانب الموجودين وللبعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر وهي مسألة محسومة بالطبع المسألة الأمن القومي المصري لا شك أن الأمن القومي المصري يتعاد لضغوط شديدة جدا في الأونة الأخيرة دواء الأمن الإقليمي المتدخلة والمطبطة والمطبطة بالأمن المصري تتواجهها قلاقل على محيط العرب السودان الليبيا المحيط الأسيوي في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق كلها دواء ستخص الأمن القومي المصري مصر تجاهد وتكتهد بحقيقة لا تحمل أي قدر من المبالغة في كل الملفات الإقليمية والعربية بقدر ما يسمح وتسمح به الظروف وبقدر ما هو متاح لتحقيق وتوفير الأمن وضمان الأمن القومي المصري نعم دواء أحدك أنت ألقيت بنقطة مهمة جدا أو تحددت عن نقطة مهمة جدا وهي تجارب مصرية كبيرة جدا في تعامل مع أكثر من ملفات ملف ليبي ملفات متعددة كما أشرت حضرتك إذن هنا في التعامل مع الملف السوداني هناك إذن دروس مستفادة من تجارب مصرية متراكمة في التعامل مع مخاطر مع تحديات مع أزمات وبالتالي تنعكس فيه هذا التعامل الذي يتمه حاليا بصورة كبيرة جدا ومهمة في التعامل مع الملف السوداني طبعا في الحال طبعا الاستفادة والخبرات المتراكمة تحقق وتوفر لك القضاة السلسة في التعامل مع الأزمات المفاجئة زي الأزمة السودانية الأخيرة مصر نجحت في وقت قياسي في حالة الأمور المهمة لمسألة الأمن المواطن المصري نجحت في أيام قليلة في عادة الجنود نجحت التدفق السريع للرعاية المصريين نعمل أن تستمع الجهود المصرية الأخرى المتعلقة بتحقيق أي تقدم على مجتوى فكرة إيقاف الأصوات المعايك أو أصوات البنادق في السودان كي نبدأ محلة من التفاهمات الداخل السوداني الأمور التي تضار بحكمة شديدة كما وضحت في السابق وأكدت أن مصر عيصة جدا على تماسك الدولة السودانية عيصة جدا على مصلحة المواطن السوداني ليس هدفها بالطبع تحقيق وتوفير الحماية المواطنين المصريين لكن لا تخفل مصر لا تخفل أبدا المواطن السوداني بيعتباه لصاحب آد وابن للوطن المصري ودخول السودانيين عبر الحجود المصرية يتم وفق الضوابط ودخل خلال السعادة الأخية عدد من السودانيين إلى مصر ومصر مفتوحة وحضن لكل العرب وفي مقدمتهم طبعا أشقاء أشقاء مرحب بهم دائما من الدولة المصرية طبعا لكن سيد محمد أبو شاما لهذه التجربة المصرية الرائدة أو المهمة جدا في إجلاء الرعاية المصريين في التعامل كما قلت حضرتك منذ قليل مع إدارة الأزمة طبعا إدارة الأزمة لا تتم إلا من تراكم خبرات لأن الأزمة تتم في لحظات معينة إدارة الأزمة تحتاج إلى خبرات تحتاج إلى وعي تحتاج إلى هدوء أيضا كيف تقيم أيضا الإطرحات التي كانت في الأسبوع الماضي أو الأيام الماضية الاتصالات من دول أوروبية ودول أيضا عربية لأن تساعد مصر في إجلاء رعايةها أيضا أو أن تساهم من خلال تجاربها المختلفة كيف تقيم هذه الاتصالات التي تمت مع الجانب المصري للمساعدة في إجلاء رعاية هذه الدول بطبيعة الأحوال يعني تسياق أن الأهمية الجغافية لموقع مصر فيما يتعلق بالأزمة السودانية بالإضافة إلى قدرات مصر الليجستية الموجودة والمعروفة للعالم وثقة في الأمن والأمان المتوفر وقدرة مصر على تحقيقه حتى في أصعب الأوقات كما أوضحنا في ظل الأزمة السودانية وأعتقد أن الثقة كبيرة لدى كثير من دول العالم في أن يمور الرعاية أو البعثات الدبلوماسية الأجنبية عبر الحدود المصرية وأعتقد أن بالفعل حدث ذلك والكثير من الأجانب بعيدة من المصرية والسودانيين قد عبروا بالفعل إلى الحدود المصرية اسمح لي سيد محمد بقى معي لأن معي على الجانب الآخر أيضا من القاهرة نرمين سعيد البحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعد التحية سيدة نرمين تحدث حول هنا الأطرحات المختلفة أيضا متابعة وتحركات الدولة المصرية بشكل استباقي لتأمين مواطنيها أو رعاياها من اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات إذن كيف تقرأين هذه التحركات الاستباقية؟ برحب بحضرتك يا فندم مبدئيا هذا مؤشر على أن الدولة المصرية تدير الوضع الإنساني في الأزمة السودانية بحرفية شديدة وعينها في نفس الوقت على ضغط الخدود من الناحية الأمنية من الناحية الإنسانية مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بإجلاء رعاياها الجنود في أحد القواعد العسكرية السودانية ووصلوا لأرض الوطن بسلام في أيام العيد الأولى والذي بعثت رسالة تطمئنان بكل المصريين أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها وعلى أبنائهم إجلاء المدنيين الآن من السودان يتم أيضا بحرفية شديدة الخارجية المصرية أطلقت بيانات متتالية قامت فيها بتوجيه رعاياها في السودان فقسمت المناطق إلى مناطق غير آمنة مثل ولاية الخرطوم التي تدور فيها الاشتباكات وطلبت رعاياها بالانتزام بما ندرها من قدر الإمكان حتى تقول الأوضاع إلى مقال أفضل يسمح لها بنقل المواطنين المصريين من الخرطوم وفي باقي الولايات السودانية التي تنعى من قدر كبير منها الاستقرار حتى الآن وجهت الخارجية المصرية رعاياها لكن سيد النرميل إلى أي حد تقيمين ما نراه الآن من تصارع وطيرة الدول المختلفة في إجلاء رعاياها للمتوجدين هناك في السودان نقرأ الإجلاء السريع للرعاية من السودان بأنه مؤشر على اتجاه الوضع للأسوأ لأنه تقريبا كان هذا الإجماع الدولي الوحيد من بداية الأزمة السودانية أو الاتفاق الدولي الوحيد على سرعة إجلاء الرعاية لم يكن هناك أي توافق دولي بشأن أي أمر آخر في السودان حتى الآن وبالتالي هو مؤشر لتصاعد الأمور وربما تحولها للأسوأ خصوصا مع إصرار الإقراف السودانية على المضي قدما لكن طبعا لدينا طرف يمتلك الشرعية وهو ممثل للشعب السودانية وقوات المسلحة وطرف إختار أن يرفع السلاح في وجه الجيش وفي وجه الشعب أيضا طيب من أمن المواطن المصري إلى أمن الوطن يعني هناك يعني توافق طروحات مهمة جدا أمن المواطن المصري بالتأكيد ينعكس على أمن الوطن والعكس الصحيح الدولة المصرية إذن برأيك كيف تعمل في هذا الإطار في ضوء ما يجري في السودان مصر كانت منذ اللحظة الأولى طبعا أن المواطن المصري في حسابتها وجاءت التحركات سريعة بعد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر ثم التواصل مع الأطراف السودانية ووساطة أطراف إسليمية لإجلاء الجنود المصريين وحتى الآن نزلت مصر على اتصال بالجهات المعنية في السودان وحتى بالدول الأوروبية التي تثق في مصر كدولة صديقة ودولة حليفة للمساعدة في نقل رعاياها العلقين في السودان وهو ما شاهدناه في معبر أرسين لأن الحفلات التي تعبر الحدود السودانية إلى الداخل المصري تحمل على متنها رعاية مصرين ورعاية أجانب وقامت الدولة بتسهيل الإجراءات لعبور الرعاية من الجانب السوداني سواء من ناحية الإجراءات أو حتى من ناحية وجود الإفعافات والتجهيزات لاستقبال الرعاية في معبر أرسين في ضوء ما يجري في السودان الآن تطورات واشتباكات بات مستقبل السودان مفتوح على كافة الاحتمالات إذن برأيك ما المخاطر من هذا الوضع المستمر على الدول المجاورة المخاطر التي يتحدث عنها الأغربية الآن هي مخاطر النزوح موجات النزوح من السودان إلى دول أفريقية تعاني بالأساس من توفرات ومن أزمات إنسانية أو حتى إلى دول عربية فيتشكل أزمة كبيرة أزمة النزوح الآن فيتشكل أزمة كبيرة ثاني الأزمات هي انتشار موجات الإرهاب أو أن الأمر سيشكل بأخصة لنمو وانتشار موجات الإرهاب والتي ستؤثر على الدول المفيدة ليس فقط الأفريقية وربما يمتد الأمر إلى دول إقليمية بل وحتى دول أوروبية ومن ثم الوضع في السودان يشكل تحديد دولي حتى الآن وربما كان هذا حتى من المحركات التي دفعت الدول الأوروبية إلى إطلاق فصلحات بشأن مستقبل السودان واتخذت خطوات بسرعة إجلاء رعاياها من الأراضي السودانية طيب إذن ما يجري في السودان من مخاطر أمنية كما تحدثتي تهدد دول الجوار لدينا في المنطقة أزمات متشابهة إلى حد بعيد كالنموذج الليبي مثلا وأزمتها المتفاقمة كيف إذن تعاملت مصر مع الملف الليبي عدم الاستقرار الذي عرفته ليبيا منذ عام 2011 استطاعت في نفس الوقت تأمين أمنها من جهة الغرب زي ما أشارت حياتك يا مصر ده سجل طويل من إدارة الأمن على حدودها خصوصا مع الزوال التي تشهد توسرات مثل ليبيا منذ عام 2011 استطاعت مصر أن تقوم بضبط حدود برية تجاوز طولها حوالي ألف كيلو متر وكلنا على العلم بماذا كان يدور في ليبيا ومتدخل جهات إقليمية في ليبيا واستطاعت مصر ضبط الأمن على الحدود وحماية أمنها القومي دون تدخل في أشفاء الليبي الداخلي لأن المحرك الأساسي للسياسة المصرية الخارجية هو احتيام سيادة الدول واحترام سيادة الدول واحترام إرادة الشعوب والتعامل مع أي أزمة على أنها شأن سياسي داخلي وأن المنوط بحلها هم أهل البلد ولكن في نفس الوقت مصر قادرة على ضبط حدودها وحماية أمنها القومي بحرفية شديدة ومشاياة الملف الليبي وحتى الآن يعني مصر تتفض إجراءات لإجلاء الرعاية سواء المصريين أو الأجانب إلى الداخل المصري تمهدا لنقلهم إلى القاهرة أو إلى بلدانهم وهي تسلط الضوء على النحية الأمنية إذن يعني ابقي معنا سيدة نرميل لأننا سوف نتاج مرة أخرى أيضا إلى السيد محمد مصطفى أبو شامل كاتب الصحفي والخفير في الشؤون العربية نعود إليك مرة أخرى كنا نستمع إلى كلام سيدنا نرميل سعيد حول أيضا هذه التجربة وإجلاء الرعاية المصريين من السودان وأيضا هناك تجارب مختلفة تعاملت مع مصر كالملف الليبي الأزمة الليبية المتفاقمة وكيف أن مصر أمنت حدودها الغربية من اتجاه ليبيا إذن هذه التحديات سيد محمد كيف يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري وكيف يمكن مواجهتها في نفس الوقت كما أشعت الأستاذ نيمين لفكرة المخاطر التي تسببها الأزمة في السودان سواء على مستوى نزوح الفهرينة من الممنيان المعائك أو على مستوى التنامي الإرهاب أو تحول أجزاء من السودان إلى حاضنات لبعض الإرهابية الحقيقة التجربة المصرية الطويلة في التعامل مع مخاطر الأمن القومي فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع ليبيا وهي حدود ممتدة وكبيرة كما يعلم الجميع من أطول الحدود البارية التي تشكل خطرا كبيرا ومصر عانت لسنوات طويلة من هذا الأمر لكن الحقيقة الخبرة المصرية الطويلة في التعامل مع الاتطابات أو وجود دولة حدودية يعني توجه مشاكل داخلية أو توجه انفلاتا أمنيا بشكل أو بآخر قد أصبحت يعني تستحق الدراسة يعني تجربة مصر في الحدود الليبية إذا لدينا هنا دروس مستفادة من التجربة المصرية في التعامل مع الملف الليبي وأزمته بالطبع هي تجربة إذا وتجربة يعني شديدة العمر لأنها بنيت على أمرين بنيت على الأمر الأولاني هو الحفاظ على الأمن المصري أو الحفاظ على الحدود المصرية آمنة دون التدخل أو التواوط في معايج داخلية في ليبيا ودي مسألة يعني شديدة للحساسية وتعكس يعني عقرية الأداء المصري سواء على مستوى الجيش أو على مستوى الأجهزة المخابرات في التعامل مع المخاطر وفق منطق جراحي لا يوارس مصر في تدعيات عسكرية ربما تشكل عبء كبير على الاقتصاد المصري وعلى الداخل المصري وهي أمور لا تحتملها مصر بأي حال من الأحوال فالقضرة المصرية الانتقائية التي تتعامل بمنطق ذكي في التعامل مع مثل هذه الأمور أعتقد أنها تتنقل هذه الخبرات إلى الحدود السودانية لمنع أي طوارض أو أي محاولات لتعميق المشاكل أو نقل لأن الأمور هذه تنقل بسوعة ما بين الحدود بين الدول لكن مصر جدية القيادة المصرية الجيش المصري الأجهزة المصرية لتمتلك القدرة تمتلك الحكمة قبل أي شيء في التعامل مع مثل هذه الأمور الاستراتيجية بما لا يتعاد مع دعمها للقيادة السودانية الشعرية الموجودة للجيش السوداني بما لا يتعاد مع أغبتها الدائمة في إحداث سلام وتهديئة فيما لا يتعاد مع كل ذلك فيما احترامها للسيادة السودانية والاشتراعية السودانية أبقى معي سيد محمد نتيجة مرة أخرى إلى السيدة نرمين السعيد سيدة نرمين كما استمعنا إلى كلام السيد محمد مصطفى أبو شامة حول هذا الوضع وأيضا التحديات التي يمكن أن تواجه مصر سواء كان تحديات على الناحية الغربية أو الجنوبية هنا من ليبيا أو من السودان وكيف يتم التعامل هنا نتحدث حول نقطة مهمة جدا سيدة نرمين وهو تعامل مصر مع التحديات الأمنية وخاصة فيما يمسر الأمن القومي المصري دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة هي معادلة طبعا كيف استطعت مصر أن تحافظ على هذه المعادلة برأيك مصر في كل أزمة تنشر في الإطليم تقوم بتوفير خلية للأزمة أو غرفة للعمليات للخروج بأفضل الحلول التي تحفظ أمن مصر في نفس الوقت وصون مصالحها الوطنية وقد اتخذت مصر خبرة عبر تاريخ طويل من الأزمات في الإقليم جعلة من الأمور المستقرة والرسخة في السياسة السياسة المصرية أن صيانة أمنها ومصالحها تقتصر على محاولة تأمين حدودها من النحية الأمنية لأن قد تكون هناك محاولات لطوريط مصر يعني قد تكون هناك محاولات لطوريط مصر من النحية الأمنية وليس من النحية السياسية فتتعمل الدولة المصرية بقدر كبير من الحكمة والمراقبة للأوضاع الأمنية عن كشب وفي نفس الوقت ضبط النفس حتى يتظن لها حماية مصالحة الوطنية وحماية أمنها القومي كيف ستعرف أيضا أن تحمي أمنها القومي أو تتجه إلى حماية أمنها القومي دون أن تتدخل في شؤون الدول الأخرى هذه معادلة مهمة مصري تمتلك فندم قوة عسكرية كبيرة وتمتلك جيش من أقوى الديوش في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أعتقد أن الجيش المصري يمثل رادع لأي محاولة للإضرار بأمنها القومي وفي كل مرة تتجه الأمور أو تترد من ذلك أعتقد أن الرتيبة الأساسية التي تستند إليها مصري هي قوة جيشها التي تشكل عامل رادع ضد أي محاولة لتهديد أنها القومي النقطة الثانية أن مصري تدرك أن علاقتها مع الصعوب والدول المدورة يجب أن تبقى على قدر كبير من الود والإحترام والصداقة وبالتالي هي حريصة على عدم التدخل في شؤون هذه الدول وعدم الظهور بمظهر المنتهز بالفرص أو المستغل للمطالح مثلما يتم الحديث عن دول غربية أخرى في حالة التفحات وإجلاء الرعاية وغيرها وهذه السمعة التي تكتسبها مصر في إدارة سياساتها الخارجية ربما هي العامل المسجع للدول الأوروبية وحتى الدول العربية التي تعاون مع مصر بثقتهم في علاقتها الوطيدة مع الجهة الشرعية في الخرطوم وأنها تستطيع إدارة الأمور بحكمة وتستطيع إجلاء الرعاية حتى رعاية الدول الأجنبية بأمان ابقي معنا سيدنا المين عود مرة أخرى إلى سيد محمد مصطفى أبو الشام كما استمعت إلى كلام سيدنا نرمين سيد محمد والحديث حول المعادلة أو التوازن في التعامل هنا في هذه اللحظات أو هذه النقطة مع الحفاظ على الأمن القومي المصري من أي مخاطر في نفس الوقت أيضا توازن في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة إذن كيف تمت هذه المعادلة برأيك الحقيقة هي يعني خلطة مصرية خالصة ودائمة التواجد والتفاعل مع كل الأزمات الدولية خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح كل ملفات المنطقة المشتعلة تتجد مصر تتعامل بهذه الكيسفية النضجة التي تؤكد الفلسفة المصرية في التفاعل مع الشؤون الدول المحيطة في الإقليم أو الدول الجارة سواء ليبيا أو السودان الحقيقة كمان أنا عايز أشير لمسألة مهمة جدا في الجهود المصرية أو يعني طراءة في سينايوهات التفاعل المصري مع الأزمة السودانية ظني أن جزء من حماية الأمن القومي المصري هو تطورات الأوضاع أو قدرات مصر الفاعلة في هذا الملف وأعتقد أعتقد أن مصر في خلال الأيام القادمة ستحاول بشكل كبير إجراء اتصالات دولية وعربية لخلق مناخ مناسب للتهدئة في الداخل السوداني ستكون هناك جهود دبلوماسية مصرية مستمرة هذا جزء من حماية الأمن القوم المصري هو أن خلايا الأزمة التي أشعنا إليها في البداية تعمل على مضاعي الساعة في كل الأوقات على وضع السنايوهات للأمر ولما يجي على الأرض وضع وقية وحلول ممكن أن تساهم أو تسهم بشكل كبير في إيجاد حل لهذه الأزمة أو إنهاء إذن قد تكون السنايوهات هنا مفتوحة في ظل هذا التشابك الحاصل في السودان إذن هل تتوقع أن تكون لك مخاطر من هذا الوضع لو استمر على بقية الدول المجاورة بالطبع ستكون تأسياته كبيرة وكارثية على كل دول الجوار السوداني التي لا يحتمل أغلبها من الدول الأفريقية أي تداعيات وتقاقم لهذه الأزمة ربما يكون في مصر الوضع أفضل لكن على مستوى الدول الأخرى الأمور ستكون معقدة وستسهم في مزيد من المشاكل الداخلية لهذه الدولة حتى نتمنى أو أعتقد أيضا أن الاتحاد الأفريقي سيكون له ضوء كبير في إدارة أو في التفاعل مع هذه الأزمة معطيات معطيات الدولية ربما تتسرع خلال الأيام القادمة لوضع حد أو وضع سينايوهات أكثر تفاؤلا من من الوضع القائم للأزمة السودانية السودان في حاجة إلى تضاف جهود دولية كبيرة للتخفيف المعاناة حتى عن الشعب السوداني في الداخل أعتقد أن حبما يكون هناك محاولات خلال الأيام القادمة للإغاثة الإنسانية ولدخول إمدادات طبية أو مستزمات طبية غذاء حبما يكون القادم الأيام يستدعي وجود مثل هذه الإغاثات بالنسبة للسودان ابقى معي سيد محمد لأن هذه نقطة مهمة جدا سيدة النرمين سعيد الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية النقطة السيناريوهات المحتمل أو التوقع تتيجة لهذا الاشتباك أو التصعيد الحاصل في السودان إذن كيف ترين المخاطر من هذا الوضع على بعض الدول المجاورة المخاطر هي مخاطر أمنية بالأساس دايما أشرت تتمثل في طرصة لعناصر إرهابية للتسلل من الحدود سواء لدول أسرطية أو لدول عربية وهو ما تطلب قدر كبير من ضبط الأمن على هذه الحدود ويتطلب أيضا مواقف واضحة من حكومات الدول المختلفة لتدعيم سياسة سيادة الدولة الوطنية يعني مصر دوما في سياساتها الخارجية من محركتها أنها تدعم الدولة الوطنية تدعم فكرة الجيش الجيش الواحد وعدم طرف داخل الدولة يحمل السلاح أو يرفع السلاح وربما هذه كانت من الوسائل الأساسية التي استطعت بها مصر التعامل في الفترة الأخيرة مع كل الأزمات ابقي معنا سيدة النرمين سعيد وسيد محمد مصطفى لأن هناك بعض العواجل لهذا الخبر العاجل حيث علاية القوات المسلحة السودانية أن الموقف العملياتي في السودان مستقر بشكل ملحوظ مضيفة أن قوات الجيش تستمر في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية أشارت أيضا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تفرقت على نطاق واسع بالخرطوم للاحتماء بالتجمعات السكنية واتخاذ المواطنين كدروع بشرية وصرحت أن القنوات الإعلامية للميليشيا تستمر في بث قصر الجمهوري ومدينة جياد الصناعية ومراكز استراتيجية أخرى أكدت أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع دول مختلفة مستمرة بشأن إجلاء البعثات داعية ميليشيا الدعم السريع للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من دائرة التمرد على الدولة نعود عليكم مرة أخرى سيدة نرميل وكان هذا خبر عاجل تبثه أو بثات القوات المسلحة السودانية حول ما يجري الآن في الوضع في السودان وتحدثت عن الوضع في السودان مستمر وأن ميليشيا الدعم السريع تفرقت في شارع القرطوم كيف ترين استمرار هذا الوضع إلى الآن من الوضع حتى الآن أن الجيش السوداني استطاع تحقيق تقدم على ميليشيا الدعم السريع في عدد من المحاور حتى على المحور السياسي بأنه كان الجهة التي تواصلت مع الدول بشأن عملية تأمين نقل الرعاية ونقل الممثلين الدبلوماسيين في الشارع السوداني الآن من الوضع منذ الأمس أو حتى منذ يومين أن القوات في الشارع فقدت الاتصال بالقيادة تتحدث عن ميليشيا الدعم السريع وأن هناك حالة من التخبط وعدم الاتزان شاهدناها في الاعتداء على البعثات الإغاثية وحتى تعريض حياة المواطنين للخطر والاعتداء على المراكز التجارية وعمليات سلب ونهب وهي تصرفات يعني ربما تكون تصرفات إرهابية أكثر منها تصرفات توحي بأن هناك أزمة أو صراعة سري في دولة ما وهذا هو الذي دعا طبعا هذه الدول إلى إجلاء رعاية إذن هنا عندما تحدث عن يعني هذه الوتيرة المتسارعة من كافة الدول في إجلاء الرعاية كيف هيؤكد ذلك صحة الموقف المصري وما تم اتخاذه سريعا في هذا الإطار أو هذا الشأن مصر زي ما قلت هذا كانت من أوائل الدول التي تنبهت إلى خطورة الوضع الأمني في السودان ولكن طبعا مصر من الدول التي تمتلك جالية كبيرة في السودان وذلك يختلف تأمين نقل ألاس المواطنين من دولة تشهد اجتباكات عسكرية يختلف عن تأمين نقل مئات المواطنين أو حتى عشرات الأفراد من السفارات أو من العاملين في السودان وبالتالي مصر كانت حذرة لأن نقل رعاية من السودان يتطلب تأمين نقل الرعاية بالدرجة الأولى ولذلك كانت حريصة في بيانتها في توجيه المواطنين داخل السودان وقامت بتقسيم المناطق إلى مناطق غير أمينة مثل ولايات المرطوم ومناطق ولايات أمينة وتعاملت على الفور مع المناطق الأمينة وبدأت نقل رعايةها عبر الفدود البرية بحرصية شديدة هلاثة حتى لأتعامل مع رعاية أجانب وإتقالهم عدد معبر أرسلين نعم ابقي معي سيد نلمين أعود مرة أخرى إلى سيد محمد مصطفى أبو شامة في هذه النقطة بالتحديد عندما نتحدث حول إجلاء الرعاية المصريين كان الفكر أيضا من الإدارة السياسية المصرية هو تأمين المواطن سيد محمد البداي لأن تأمين المواطن في رحلته من السودان إلى مصر كان مهم جدا وأيضا اتخاذ ضروب أو طرق أو مسالك آمنة هو المهم كان في فكر القيادة السياسية المصرية ما أشاطي لحضرتك هي حقيقة ما جاء على الأرض في تنفيذ عملية الإجلاء للرعاية المصريين وهي العملية المستمرة لأيام القادمة لألاف المصريين المقيمين في السودان القيادة المصرية وفعت كل السبل إلى تحقيق انتقال آمن لكل الرعاية ويمكن أشانا إلى جهود معظم الوزعات مؤخرا تدولت أخبار نقلا عن وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك فيها قراسة من الهلال الأحمر المصري توجهت إلى الحدود والمعاب المصرية السودانية في مخبضة أسوان لتوفير خدمات إنسانية للقادمين عبر الحدود المصرية السودانية سواء على المستوى الإصحافات الأولية أو الغزاء أو الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين وهذا يكمل احتياجات الكاملة للمواطن القادم من السودان ويعكس حرص الدولة المصرية على توفيع كل ما تستطيع من إمكانياتها تضعها تحت خدمة المواطن وتحقيق أمنه وتحقيق انتقال سالم لكل رعيانا في دولة سودان الشقيق بمعنى أنه لم تتم على مرحلة واحدة لكن أيضا تتم على مراحل متعددة لتأمين هؤلاء الرعاية حتى انتقالهم إلى مصر وأيضا كما قلت حضرتك أيضا سيد محمد أن هناك عدة جهات شاركت في مصر من أجل تأمين وصول هؤلاء الرعاية من إسعافات طبية من تقديم خدمات شاملة لهم أو ما يحتاجونهم صحيح وقد يعني البيان لحضرتك تفضلت بقراءته الآن نقلا عن الجيش السوداني يعطينا بعض الأمل لتوفير وقت أطول آمن لانتقال المزيد من رعاية المصريين وعاية الدول الأخرى بالطبع نتمنى السلامة للجميع لا شك في ذلك لكن البيانة التي تفضلت حضرتك بقراءته قبل قليل نعم يطمئن الاستقراء الأوضاع اليوم في السودان نوعا ما يبشر بمزيد من التقدم بالجيش السوداني الوطني وهي كلها أموة يعني تعطي بعض التفاعل وتعطي بعض الأمل العصول المزيد من الرعاية المصريين إلى النقاط الحدودية بسلام وأمانة نتمنى السلامة أيضا للشعب السوداني ومزيد من الاستقراء نتمنى أن نتمكن الجيش السوداني من تحقيقه الأموة حبما تبدو نحو الأفضل فيما يتعلق لأوضاع الجيش السوداني الوطني نتمنى أيضا أن تلتزم كل وسائل الإعلام مثل ما يحدث على شاشة القيال الإخبارية بالمعايير الموضوعية يعني الإعلام بطل من أبطال كل الحروب وهذه الأزمة والأزمات والكواية الإنسانية الإعلام يلعب ضواء مهما في نقل الحقائق والضقة ما يجري على الآض أسمن وجود كامعات القيال الإخبارية على المعبار الحدودي بين مصر والسودان لنقل مشاعر وتفاصيل ما يجري للمواطنين القادمين إلى أرض الوطن عائدين بعد رحلة شقة إلى بلادهم نقل أمين ونقل صادق تحايي الدقة دائما يكمل صوى وجهود الدولة إذا كنا نتحدث عن جهود كل أجهزة الدولة المصرية فالإعلام شريك أصيل وبطل إعلامنا الوطني يقدم صوى حقيقية لما يجري في السودان يقدم صوى صادقة لما يتم من جهود للدولة في إجلاء رعاية مصر ودول أخرى عبر الحدود المصرية السودانية الأمينة نعم وأنت معنا مباشرة يعني على شاشة القاهرة الإخبارية سيد محمد نعرض أيضا مشاهد للسودان مباشرة أيضا ووجود الرعاية المصريين في مناء أرقين الحدودي لنقلهم أيضا وأجلائهم إلى مصر نعود إلى سيدة نرمين السعيد ونتحدث حول أنه منذ بداية الأزمة سيدتي كانت الدولة المصرية حريصة على التنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة وأيضا لمساعدتها في إجلاء الرعاية فكيف ترين النقطة الأولى أو البداية الأولى لهذا الأمر وهو استباق الأزمة قبل أن تتفاقم سعب مصر في هذا الأمر علاقتها الجيدة مع الممثل الأشفرعي في السودان وهو مجلس السيادة بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ومن ثم لم تواجه مصر صعوبة بعد اشتعال الأزمة في التواصل مع الجهة الممثلة هناك وتنسيق الأمور الأمنية بين السلطات المصرية والسلطات السودانية كذلك علاقات مصر الجيدة مع دول إقليمية أخرى تاهم بشكل كبير في عودة الجنود المصريين إلى أرض الوطن بسلام لأن هذه الجهات هم انقامت بالتنسيق مع ميليشيا الدعم السريع لتأمين نقل الجنود المصريين حوالي 560 كيلو متر حتى مقر السفارة المصرية في أرسرطون وبالتالي إعلاقات مصر الجيدة مع مفتها الإسريق والعربي كانت من أهم المحركات لدورها خلال الأزمة الحالية ومن تمكنها من إدارة الأزمة الإنسانية سواء لرعاياها أو رعاية دول الأخرى بحرافية شديدة نعم يعني هنا كان هناك تنسيق أيضا في إدارة هذه الأزمة كما قلنا من أكثر من جهة السفارة المصرية في الخرطوم القنصليات أيضا في الخرطوم وفي بورت سودان المكتب القنصلي في وادي حلفة مستمر بمعنى تقديم أو المساعدة في تقديم خدمات لوجستية كان هذا مهم أيضا في إدارة هذه الأزمة بالضبط وهي محاولة أخرى للتسهيل على المواطن المصري المتواجد في السودان وتجسير الأمر عليه توفير أرقام هواتف مع مختلف الكنصليات ومكاتب التنسيل المصرية في السودان سواء في بورت سودان أو في وادي حلفة أو في مناطق أخرى تتواصل مع الرعاية على مدار الساعة كذلك وزارة الهجرة قامت بدور كبير شاهدنا تواجد لوزارة التضامن الاجتماعي وبالطبع خلية الأزمة هنا في الصهيرة المتوانة من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز المقابرات العامة كانت دور المصري متكامل وكان حريص على إسواق كل الجهات المعنية سواء في الداخل المصري أو في السودان وكانت الأجهزة حريصة دوما على التواصل مع الرعاية المصريين وتطمنهم بأن الدولة المصرية حريصة على عودتهم بشكل آمن وسالم إلى الوطن وربما كان هذا من الأمور التي معكست حتى على النحية المعنوية للرعاية نعم وهذه نقطة مهمة أيضا سيادة نرمين يتجه من خلالك إلى السيد محمد مصطفى أبو شام الكاتب الصحفي يعني كما نعرض مباشرة هنا الحافلات الخدمات اللوجستية المقدمة لهؤلاء الرعاية أو القادمين من السودان إلى معبر إرقين ومن ثم إلى مصر كيف ترى أهمية تقديم هذه الخدمات اللوجستية كما قالت سيادة نرمين بمعنى أنك ترفع الروح المعنوية للقادم من السودان وتقدم له كافة الخدمات التي يحتاجوها من حافلات من ناقلات أيضا من خدمات حتى تمسوا حياته وما يحتاجوه أيضا من خدمات الإسعاف المقدمة كيف ترى أهمية تقديم هذه الخدمات لهؤلاء الرعاين القادمين من السودان شوف أنا أقول حضرتك على حاجة يمكن تكون أبعد قليلا عن المشهد الجاي في السودان لكن مثل هذه الأمور والخدمات التي تقدم من الدولة المصرية لمواطنيها والتي نراها كما أشاء بسواة منقولة بشكل مباشر من مواقع الأحداث تعمق في المقام الأول حالة الانتماء للوطن أي مواطن مصري يا هذه المشاهد يشعر بامتنان حقيقي لوطنه وبشاف وفخر كبير لأن لكونه مصري دولته تهتم به بقد ما يليه بتحيخ وقيمة وحضاعة مصر كلها أمور قد تبدو للمشاهد في لحظة الحدث بعيدة قليلا لكنها يعني بأمانة تؤثر كثيرا على مشاعر المصريين الذين يتابعون عبر شاشات التلفاز في كل مكان هذه المشاهد هذه عاية التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها هي مسألة تؤسس وتبني وتدعم فكرة الولاء والانتماء للوطن فكرة الوطنية وربما يجدو بنا أن نشير في هذه المرحلة الملتبسة في محطنا الإقليمي ومحطنا العربي بضعوة وأهمية الاستخاف خلف الدولة الوطنية في كل مكان سواء في مصر أو خارج مصر الانقسامات والخلافات والمعايق بين أبناء الوطن الواحد لا تصل أبدا إلى حالة استقراء وإلى حالة أمان وإلى حالة طمأنينة للشعوب كل الشعوب العربية نتمنى لها السلامة المشهد المصري البديع العتقاي في تفاصيله في نقل رعاية واجهوا متاعب ومشقة في الأيام الأخيرة من عمضان وقضوا العيد بعيدا عن الوطن وبعيدا عن مساكنهم في حالة زع وفزع أقل ما يستحقوه هو ما تقدمه مصر لمواطنيها وما تقدمه الكثير بالمناسبة لكنه يعني احتاس حقيقي بالمسؤولية من القيادة الفياسية تجاه كل المواطنين توفير كل هذه الخدمات يوفر قدر قليل من الطمأنينة لناس عاشوا مزعورين وعاشوا في فزع خلال الأيام العشرة الأخية نتمنى لهم السلامة ونتمنى لهم الأمن في وطنهم بالطبع الذي استقبلهم بما يليق لهم إذن في إطار ما جرى أو ما يجري في السودان كما تتحدث سيد محمد مصطفى وهذا الذي حدث كيف يؤصل مفهوم أن أمن المواطن من أمن الوطن ككل حقيقة أمن المواطن من أمن الوطن ككل هذه جملة بديعة وجملة صادقة وحاسمة فيما يتعلق بكل المشاكل في المحيط الإقليمي أن القيادة السياسية في مصر توصل لهذا المفهوم تطافعه كشعار دائما في وجه كل الأذمات التي تواجه مصر أن المواطن أولا هذه رؤية استراتيجية رؤية تبني وتؤسس لأمهورية جديدة في مصر لها فلسفتها لها خصوصياتها لها عمقها في التأثير في وجدان كل المصريين تعميق الفكرة وتعميق هذا المبدأ دائما لدى كافة مؤسسات الدولة لدى المجتمع المدني لدى القوات السياسية هي رؤية مشتركة لكل الجهات في مصر لتحقيق هذا الشعار لأنه يترتب عليه حالة جمعية من الأمن لدى كل المواطنين فيتحقق بها أمن الوطن وفق فلسفة ووؤية بسيطة مصرية لكنها تمتلك من العمق الذي يؤسس إلى حالة اكتمال لفكرة أمن الوطن واستقراره فهي الشعار حقيقي وصادق وهادف ويحقق كما أشارت الانتماء ويحقق الولاء للوطن ويحقق فكرة المصرية الأصيلة التي عادت وتجلت في مشاهد كثيرة وفي أزمات متتالية بذل القيادة السياسية وعية تستحض أجمل ما في المصريين وأعظم ما فيهم تتجل قوتهم وعقايتهم في مثل هذه المحن وفي مثل هذه الأزمات أشكرك على هذا التوضيح هذا الطرح محمد مصطفى أبو شامل كاتب الصحفي الخبير في الشؤون العربية كنت معنا أشكرك أيضا على الجانب الآخر نرمين سعيد البحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أشكركم شكرا المزيد عن جهود دولة المصرية لإعادة أبنائها من السودان في سياق هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا القهرة الإخبارية عاصمة الخبر إلى ملتقى ترجمة نانسي قنقر